بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الأدادي إن شاء الله سنة جديدة سنة سعيدة عليكم إن شاء الله تكون مليانة بالتحصيل والعلم مادة اللغة الإنجليزية مادتين في بعض مادة ولغة المادة هنمتحم فيها ولغة هنحتاجها في المستقبل لازم نبص عليها من اللي تجاهين يلا بينا نتعلم الكلمات المفروضة علينا في اليونت الأول بس برضو إحنا عنينا على قدام إزاي أوظف الكلمات ديت أول كلمة عندنا النهاردة كلمة peaceful peaceful يعني مكان هادئ لو أنت بتعيش في قرية بتقول أنا عايش في قرية هادئة المكان هادئ جدا peaceful أوكي طيب بولوشن التلوث لو أنت بتعيش في قرية قول there is no pollution ما فيش تلوث in my village في القرية بتاعتي يبقى peaceful هادئ وبولوشن يعني تلوث لو أني ما بعيش في قرية هادئة ما فيش تلوث دلوقتي building مبنى المدرسة building house is a building the bank is a building especially بشكل خاص sports center sports center مركز رياضي sports center hospital hospital مستشفى restaurant restaurant مطعم restaurant museum متحف museum there is a museum in my village في القرية بتاعتي فيها museum متحف عندنا متحف سارة ومتحف مترهينة فيه حاجة عندنا اسمها museum متحف وفيه متحف كتير جدا موجودة حوالين العالم museum museum متحف يعني احنا جمعنا التحف والانتكات اللي جاي من الاثار وحطناها في المكان ده طب فيه حاجة تانية اسمها temple معبد ده مكان أصلا مخصص كان دار للعبادة عند الفرعنة زمان وفيه كل حاجة زي ما هي فاسبه temple معبد botanical garden botanical garden حضائق النباتية botanical gardens العلماء في كلية الزراعة مثلا عندنا في جامعة القاهرة عاملين botanical gardens حضائق لدراسة النباتات تقدر تجيب أي عينة من النبات لما تدرس كلية السيدالة ان شاء الله في المستقبل أو في كلية العلوم تروح تدرس وتجيب عينات من النبات اللي انت عايزه وتقعد تشرحه وتقعد تدرسه ده اسمها botanical gardens أصلا في العلم كلمة botany يعني نبات botany لو انت تدرس في كلية العلوم هتدرس مادة البوتاني اللي هي النبات الوادي اللي أعج جنبك في الدسك أنا أعج جنب علي أنا أعده جنب ندا افنت حدثهم خليك هادي دسفنكس دسفنكس أبو الهولي لو أجنب أهرمات الجيزة دسفنكس دوتر ابنه دوتر ندا is my daughter ندا بنتي ماشين ألا look like ندا looks like her mother ندا شبه مامتها look like يشبه she looks like her grandparent شبه جدها شبه جدتها grandparent يعني الجد أو الجد grandparent الأجداء طيب تعال نشوف فقه الكلمات التانية coffee coffee طبعا من الواضح أن الكلمة يعني أصلها French تمام؟ فأنا بقولكا في حرف الإي في الآخر ما بتنطقش بس في الكلمة دي هي تنطق عشان الكلمة أصلها French village village قرية Aquarium monuments الاثار traffic traffic حركة المرور traffic lake lake ناصر بحيرة ناصر lake Victoria بحيرة بحيرة lake بحيرة market sue we go to the market بنروح السو to buy نشتري groceries الخضروات station محطة I live next to the bus station أنا بعيش أريب من البس station lake تمسح lunch time people there are many people في ناس كتيرة جدا industry remember remember اسمع اللي favorite favorite facts 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 there are a lot of facts هناك كثير من الحقق about attractive اسمع اللي is attractive city مدينة جذابة nature reserve nature reserve nature مش nature نخلي بالك عشان ناس كتير بتغلط في دي nature reserve يعني محمية طبيعية الفيوم has a lot of nature reserve الفيوم فيها كثير من المحميات الطبيعية هي بلد المحميات الطبيعية أصلا طيب تعالى بقى نبص مع بعض على كلمات كتيرة كلمة اللي جاية ديت كلمة واحدة ولا اتنين كلمة واحدة sometimes أحيانا sometimes كلمة واحدة متصلة ببعضيها طيب النهاردة ولد بيقول لي wait بيقول لي عايز أقول انتظر بعض الوقت أقول wait sometimes or wait some time قلت له لا wait some time انتظر بعض الوقت يبقى some time هي اللي بعض الوقت إنهما sometimes أحيانا natural طبيعي natural natural world يعني العالم طبيعي حولينا natural يعني جاي من الطبيعة natural apple تفاح طبيعي around حول around the world حول العالم around places أماكن famous places أماكن مشهورة borrow يستعير borrow take from ياخد الحاجة من opposite ضد أو عكس بالنسبة للكلمة ومعناها أقول إن old opposite new old عكس new بالنسبة للمباني أقول the bank is opposite البنك وقصاد اصاد إيه the bank is opposite opposite the library البنك وقصاد المكتبة ده في وش ده ده في أول الشارع من هنا وده في الشارع التاني في الوش opposite لاند اليابسة لاند أرض اليابسة science museum متحف العلوم poor side library library يعني مكتبة library منطقة area area منطقة directions directions الاتجاهات directions directions something شيء ما something reach يصل إلى reach shopping التسوق shopping shopping center مركز التسوق ولدي الشطار من أهم الحاجات اللي بتأثر في مستوىك في المرحلة السنوية قدام أنا محتاجك في المرحلة السنوية تبقى top قوي تمام ايه تصريفات الأفعال لازم تحفظ تصريفات الأفعال والدعوة تحفظها في أغنية زي ما أنا هعملها دلوقتي eat 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 run 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 do did done do did done build built built build built 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 here heard heard here heard heard here heard heard come came come come came come come came come see saw seen see saw seen see saw saw seen الطلبة المتميزين ما بيسيبش فتفوتها الطالب المتميز بيحب يجاوب عن علم الطلب المتميز ما بيسيبش معلومة اقول له مثلا يا ابني خش عالجاد والده واحفاظي يقول لي حاضر مستر معاك بص يا ابني beautiful اللي عرفها جميل بتسوي attractive وعكسها ايه ugly فيه بنا ادم كده بيبقى beautiful و attractive تشوفه كده يشدك وفيه بنا ادم ugly شكله وحش طيب interesting في حاجات interesting شيقة في حاجات exciting شيقة في حاجات بقى تانية boring مملة تمام يبقى interesting و exciting عكسها boring much كتير كمية كبيرة much money فلوس كتيرة much water مية كتيرة much اي حاجة لا تعد اوطف زيها طيب و mini برضو زيها بس mini في الايه في العدد طيب عكس much little عكس much little عكس mini few اما اقول لك المعلومة دي important يعني important يعني مهمة تقولي بقى معناها ان هي essential اي طالب لازم ان يبقى عارفها ضروري essential important necessary important necessary essential طيب و un important العكس calm هادئ peaceful هادئ طيب وعكسها بقى معلش بتساوي ايه بتساوي quiet يبقى calm بزفل quiet عكسها noisy مزعج natural طبيعي natural natural world العالم الطبيعي حوالينا usual man made natural usual man made ولد الشبطار حاجة مهمة جدا عايزك تتعرف عليها اسمها prefix يعني يا مستر كلمة prefix prefix يعني الحرفين او التلات حروف مثلا اللي هيجوا في اول الكلمة تمام الحروف او الاتنين او التلاتة اللي هيجوا في اول الكلمة يعني ايه اصل الكلمة معنا وهنزود عليه حرفين يعني مثلا عندنا كلمة اسمها use يعني يستخدم وعندنا كلمة اسمها do يعني يفعل لو رحنا جبنا للكلمة دي re فنقول reuse هنا يبقى يعيد استخدام يعني يا مستر يعني يستخدم again طب ولو استخدمنا الكلمة دي لدو re تبقى re do يعيد فعل يبقى ري معناها again يعمل الحاجة تاني طيب تعال بقى للتلاتة التانين on with this with this دي بتدي لك الايه العكس opposite غالبا زي مثلا عندنا كلمة معروفة جدا اللي هي كلمة happy سعيد او كلمة مثلا tidy tidy يعني مرتب لو رحنا جبنا لها كده on يبقى جبنا العكس unhappy حزين او unhappy حزين untidy غير مرتب untidy messy غير مرتب تمام طيب ولدي الشطار ده كان prefix يعني يعني البدء الحرفين اللي في الاول طيب الحرفين دول بقى لو كانوا في الاخر الحرفين في الاخر زي ed في الاخر ing في الاخر المسلا نس في الاخر ti o n في الاخر ment في الاخر f u l l e s s ديت كلها اسمها ايه؟ اسمها في الاخر بقى suffix suffix يعني ثلاث حروف اتنين او اربعة في نهاية الكلمة علشان يحولوها من الى يعني من الى يعني مثلا عندك l مريض لو روحت واخد لها المقطع ده نس هتبقى كده illness يعني المرض عندك use يعني يستخدم لو روحت واخد لها المقطع ده الاول use هكتبها مرتين عشان هجيب لها مقطعين لو روحت واخد لها المقطع ده fall تبقى use fall مفيد طيب لو روحت واخد لها المقطع ده تبقى use less عادي من فايدة عندي فعل زي يحكم لو روحت جايب لها يعني يحكم روحت جايب لها انا بقى تبقى الحكومة معايا الصفة احيانا بتنتهي بال الصفة احيانا بتنتهي بال طب فيه فرق بينهم ايوه هنوضح معه احنا شغالين بس اعمل حسابك اني فيه حاجة اسمها root اصل الكلمة وفيه حاجة اسمها الصافيكس اللي بيضاف في الاخر فيه حاجة اسمها البريفيكس اللي بيضاف في الاول هو دي المعلومة اللي انا عايزك تركز عليها معايا قوي في النقطة دي ايات المقطع اللي جاي ولد الشطر هنا بنتكلم عن البريفيكس البريفيكس الاول هنا كان في كلمة تمام الصافيكس بقى كان اي او ان في كلمة الصافيكس اي في كلمة الصافيكس فال في كلمة هسألك سؤال انت شاطر ايوه ميستر انا شاطر جمدان 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 ايوه ميستر قول بس انت عايز ايه اقول لك يا ولد احفظ لي الديفنيشن ده يعني ازاي يا ميستر اكواريوم يعني اكواريوم طب يعني تحوش وتستعير الطلب المحترم الطلب المتميز الطلب اللي بيدور على كل صغيرة وكبيرة هو الطالب اللي هيحفظ الديفنيشن للاخر زي ما انا شرحت لك كده من الاول فعندي هنا كلمة ايه هو الترافيك الترافيك ده اللي هو والباكس والموتور عندي كلمة يعني يعني اكسر من اللازم مهارة مهمة جدا لازم ان تكون انت ملم بيها اللي هي مهارة ايه اللي هي مهارة لازم ان تكون بتعرف تقرأ من غير ما يبقى في اصوات مصاحبة طب ايه مستر امشي عليها همشيك على الاول على ثلاث حاجات رقم واحد خلي عينك سب السانك رقم اتنين امنع نفسك بان ان انت تطلع اي صوت غير اللغة اللي قدامك رقم تلاتة ضم كل كلمتين مع بعض او تلاتة شوف انا هقرأ ازاي ساميرز هو الراجل ما كلمة واحدة بقى ساميرز في السبورت السنتر وعايز يروح الميوزيوم كمله بقى انت دياريكشنز تجاهد وبعد كده اسمعوا اتطلع من السبورت السنتر بعدين عارفين في المعاصل ايه سويت ساعتنا اقول له جو ستريت انت شاكل الكونسيبش انجليزي ايه اسمعها جو ستريت مش جو ستريت لأ ستريت شوف حرفها ازاي اي 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 انما كلمة ستريت اللي قالها الفناني التاني اللي هو مش فنن ده اي 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 خد الطريق الاول اخد الطريق الاول اجريت افترض ان ده مثلا البتانيكال جاردين انا ايه؟ امر متجاوزا يعني عدينا البتانيكال جاردين عديها المتحف على النصية بعد كده اخش ايه؟ بعد كده اخش ايه؟ عدي ريسرانت المتحف المتحف يعني على النصية شوية تعبيرات جميلة على النصية على اليسار على اليمين خلصت امشي على طول ومشي على طول تعبيرات ديت هين هنستخدمها لما نتسئل سؤال اسمه ايه؟ سؤال اسمه ايه؟ هيجيلك سؤال كده في الديالوج هاو دو ايجيت تو ازاي اوصل فرام من هاو دو ايجيت تو ازاي اوصل لي وبعد كده اسميلك مكان فرام من والمكان التاني عايز اوصل لكذا من كذا يلا بقى نقرأ قطعة مع بعض ونحل عليها اسئلة القطعة دي بتقول ام شريف ام شريف ام شريف ام شريف عريض وعلى ام شريف سوى سوى ورامات ورامات مونيومنس ومثلات مدينة ومثلات 350.000 350.000 الناس يتحبون هنا لكن بط دي بتقلو حديها كده ولكن لأن ترافق بطي لا يوجد الكثير لا يوجد الكثير لا يوجد الكثير سمع ليه هي بيسفل ولكنها مش بوري لا يوجد الكثير سمع ليه لكنها مش بوري هناك الكثير يجب أن تفعلها في شكل خاص في شكل خاص في شكل خاص أحيانا 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 هاك الخاص في الغلاق هناك الكثير who says which is which has which is which is which is with my family with my family with my family ضم الكلام مع بعضه It's a beautiful lake It's a beautiful lake ما هتقول المستر بيقرأ وكلام ده مفيش كلام ده هو ده الاراية بتاع الانجليزي مفيش امريكان وبتاع ده احنا بنقرأ على قد حالنا يعني شغل فلاحين بس ده شبه اللي بيقروا الناتق شبه اللي بيقروا البريطان بس انما عشان اقرأ كده اللي هو ايه بقى It is a beautiful lake انا كده هرجع في وشك وانت مش هطقني الصحبة ان انت تضبط نغمت صوتك على اريتي وانت تضبط نغمت صوتي انا اقف ودانك it's a beautiful lake with beaches around it around it on sunday mornings i have tennis lessons at the sports center at 9 am sometimes i go swimming i go swimming in the afternoon with my friend there are some interesting museums in اسماعليا my favorite is the natural science museum because it is because i'm interested in animals it's a good place to go at the weekend and good place to go at the weekend ولاد الشطار المكان ده can wear المكان ده how many people اللي بيعيشوا فيه places to visit in the city and places to visit near the city اقرى تاني ومليلي الجدول ده هوت خليك ولاد شاطر الانجليزي اللي احنا بنقراه والمستوى اللي احنا بندرس عليه مستوى بسيط مش صعب جدا ولكن هو ده الصح اوعى تقرى بطريقة غبية اصلا البريطان انا في مرة من المرات كده من 15 سنة كنت شغال في محل سياحي فببيع لشخص بريطاني انا عايز اقول لك ان انا مش مهم الفلوس اللي كنت اخدها ولا مهم اي حاجة اقدمه مهم الاستمتاع بطريقة الكلام مع الشخص لغة واضحة جدا ومفصلة بالزبط بس ايه فيها الاساسيات اللي انا بكلمك عليها دي فانت كده هتبقى قطعت شرط كتير كبير قوي بعدها هتقدر تتعلم اي مستوى انت عايز تتعلمه بس المهم تكون بتتقن اللي بتدرسه في المراحل التعليمية وبتاخده بطريقة ان هو دي لغة مش مادة بندرسها عشان نجيب درجات النهاردة جاب لكم قطعة عن مدينة وانت خليك فخور بمدنتك خليك فخور ببلدك واعمل لي نفس القطعة في الجروب التليجرام بصوتك سجلها بصوتك وابعتها في جروب التليجرام اوكي عايز اسمع صوتك وانت بتكلمني عن بلدك وعن نفسك وعن عيلتك بنفس الطريقة لذلك ركز مثال مثال جملة جملة ركز معي انت هتقول واسمك بعيش في اسكندرية اكتب المدينة بتاعتك مع أمي واثمي اللي هيقرأ ومش هيطلع فواصل ده هو ده اللي هيتبص عليه وده اللي هياخد الجيزة عليكساندرية هيطلع فواصل مع الكثير من جميع مدينة روني ومونيومنطات ياترى الفيوم ياترى اسماعليا ياترى الجيزة كايرو كلمني عن مدينتك ولكن هي مدينة مدينة ولكنها مدينة مدينة كل ما تستمتع بيه اتكلم عن الحاجة اللي انت بتستمتع بيه يعني كويس جدا في التنس يعني في الشيس يعني دي كده قطعة جديدة بتكلم عن شخصية جديدة اللي هي مين جودي بتعمل زي ما احنا طلبنا منكم بالظبط حاجات كتير تعملها في النهاية الزبور على بعض الأنس يتجدوني بيه اصواني جدا لك هناك الكثير من رائعين وأنا أحب أن أذهب إلى المدى المدى أحب أن أذهب إلى المدى المدى أو المدى 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 ريزرف. On Sundays I do my homework. And in the afternoon I go to the sports club sent to the sports center for my squash lessons. It's my favorite sport. Very quick examples. أسئلة سريعة كده بتقول. Luxor has a lot of interesting. Luxor فيها إيه? Monuments. Monuments. أثار. طب و إيه كلمة الأولانية? مومنت. مومنت يعني ثواني. أحمد is a student. This means that he's calm and quiet. يبقى أحمد is peaceful. هادئ. You can see a lot of beautiful fish. You can see. تقدر تشوف beautiful fish. أسماك جميلة. In the aquarium. If you wanted to see the trees and other interesting things. لو أنت عايز تشوف التريز الأشجار و أشياء جميلة. خش عالبوتانيكال جاردين. بوتانيكال جاردين يعني حديقة النباتية. My uncle is very good at. يعني أنا عمي كواز جدا at sports في الرياضة. At handball. طيب. Especially في الهندبول. Especially يعني بشكل خاص في الهندبول. There are a lot of on the roads this morning. So Mr. Ali was late for work. A lot of traffic. كثير من الترافك. يعني المواصلات. لذلك الروت كان. We were late this morning. This machine. هزهي الآلة. Does many things it is very. الآلة بتعمل حاجات مفيدة كتير. يبقى يوسفل. طب لو شخص بيعمل حاجات كتيرة مفيدة. يبقى الشخص ده. Helpful. Helpful. A city has lots of. المدينة بتاعتي فيها كثير من المونيومنس. Interesting monuments. ايه الفرق يا مستر؟ بأننا نحط لها ING. Interesting and interested. ال-ING بتنطبق على الشيء. إنما interested بتنطبق على الشخص. أحمد is interested in history. أحمد مهتم بالدريغ. I can two books from the public library. أنا أقدر استلف كتابين. يستلف يعني أو يستعير يعني borrow. يستعير take. Borrow equals. Borrow بتساوي take. Borrow books. Take books. Borrow money. Take money. From the bank. طب لند بقى. Lend بتساوي give. يسلف. فالاختيار الصح هنا borrow. Lend بتساوي give. وبرو اكتب الملاحظات دي على جنب. We have four north. south. East. West. We have four directions. Directions. اتجاهات. I am interested. أنا مهتم بالانمال. So I love going to the natural. Natural. Natural A. Science Museum. الليك تمسح is a beautiful lake. بحيرة تمسح بحيرة جميلة. With a beaches around it. With. With beaches around it. With يعني ب. رحمة هازرد رحمة قرأت around حوالي twelve shorts. Around حوالي twelve shorts. Short stories. Around 12 shorts. يعني حوالي اتناشر. آآ short stories. ولادنا الشطار انتهى الجزء الخاص بالكلمات. تعالى نخش بعد شوية على الجزء الخاص بالgrammar. يارب بتكونوا مستمتعين معنا. ما تروحوش في اي حتة لما نرجع.